اشتركوا في القناة لن تذهبوا بعيدا فنحن نفيدكم ونعطيكم المعلومات والطرق والاساليب الناجحة في تربية الملكات جزءا الثاني يكمل الجزء الاول فكونوا معنا السلام عليكم طبعا هذه طريقة تجهيز استدابات لتتبيه الكؤوس الملكية هذه الطريقة ومنها طبعا استخدام البراغي هذه وثبتنا استدابات هذه متحركة لسهولة الحركة هذه نستطيع اخذ نزع تركيب الكؤوس الملكية وحتى كذلك اخذ الغذاء الملكي الطريقة السهلة احبط ان اشارككم فيها يعني هذا القطار وهذا الاخر نفس الطريقة الحركة بسيطة اعبرنا ان شاء الله تكون الفكرة وصلت تحياتي للجميع حامل الكؤوس الملكية في تربية الملكات كما تشاهدون هذه مجنوعة من استدابات عبارة عن 40 حامل كأس ملكي جهاز جنتر الذي نقوم الآن باعداده لتربية الملكات كما تشاهدون الآن قمنا بتثبيت الإطار الأول الآن نقوم بالتجهيز الإطار الثاني قد بدأنا بس احبطت ان اشارككم هذه تعتبر اخر قطعة من النوع هذا مستبطة سنقوم بوضعه في غراء طبعا هذا غراء خشب هذا هو كما تشاهدون الآن نقوم بغمسه قليل فقط طبعا الكمية هذه كبيرة سنقوم بمسحها هذه الطريقة اصبح جزء بسيط فقط نقوم الآن بوضعه في هذه المنطقة بهذا الشكل هكذا اصبح مثبت بالنسبة للصمف الثاني هذا هو عبارة عن نوعين نوع مدرق ونوع الثاني أملس النوع الأملس هذا نضعه سهولة طبعا يحمل قليل فلا يقدعي لمسحه مثل أخيه الأول نقوم بوضعه بهذه الطريقة نقوم بوضعه بهذه الطريقة وضعه بمسافات ثابتة طبعا غير الأخشاب لا يؤثر أو يبعث مشاكل في النحل قد قمت بتجربة تثبيت إطارات تثبيت أقراص في الإطارات ولا توجد أي مشكلة نهائيا القطعة الأخيرة اعذرنا نصور باليد الأخرى أحيانا تكون الصورة واضحة الآن قمنا بالتجهيز السدابات وتثبيت كل حوامل الكؤوس الملكية انتظرونا في باقي التجهيز لتربية الملكات الآن كما تشاهدون تعتبر الآن حوامل الكؤوس الملكية جاهزة في الإطارات هذا هو الإطار الأول جاهز وهذا الإطار الثاني أيضا جاهز إن شاء الله تكون موصلت الفكرة فكرة سهلة وقميلة ورائعة جدا الآن قمنا بالتيتيم تتيتيم الخلية شاهدوا خلية ما شاء الله تبارك الله قولوا تبارك الله أحسن الخالقين قمنا بتتيتيمها لإستقبال الكؤوس الملكية غدا إن شاء الله كونوا على الموعد تحياتنا الجميع في هذه المرحلة وهي المرحلة المهمة والحساسة نحسب الساعات بالليالي والأيام حتى تفقس البيضة ثم تتحول إلى يرقه في ساعتها الأولى هذه نقطة مهمة في ساعتها الأولى نجهزها ونقوم بنقلها إلى الكؤوس الملكية التي سنقوم بنقلها إلى الخلية المتممة طبعا ننزل أو نقطع الفيديو مشاهدات بسيطة حتى تصل المعلومة بشكل أوضح هذه اليرقات واضحة أمامكم وقلية في الساعات الأولى من الفقس ننتقل إلى المرحلة التي تليها الآن كما تشاهدون أمامكم الكؤوس الملكية قمنا برفع اليرقات وتثبيتها على الكأس الثاني وتثبيتها على الحامل حامل الكؤوس الملكية الأصفر الموجود في السدابات ثم تثبيتها في الإطار هنا قمنا بنقل الإطارين الأول والثاني إلى الخلية المتممة تشاهدون أمامكم الخلية من إطارين إطار فيه عسل وحبوب لقاح والإطار الآخر هو عبارة عن حضنة مغلقة على وشك الفقس هذا على أساس يكون داعم للخلية من عدم التلاجع لأنه لا يوجد فيها ملكة تبيض ونحصل على أجيال متتالية من النحل طبعا المركز على الفيديو كان يلاحظ ثلاثة إطارات كنت وضعت إطار أساس حفاظا بس على النحل من كثافة عالية على أساس أنه يتدلأ في الإطار الفارغ الآن الإطارين موضوعين في وسط الإطارين الممتلئين بالنحل والتغذية نتابع نراقب نسجل ندون ثم نرفع المعطيات ونشاهد ملكات جيدة ذات جودة تحياتي لكم جميعا نحن 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 نح